السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. النهاردة ان شاء الله هعمل برام حمام بالرز. في الفرن. آآ عندي الحمام. وعندي كوبايتين ونص رز. وعندي الطماطم وبصل وجزر. وفصين توم. وحبهان ومستكة. آآ ده كده يعني زي بوكي جرنيك كده عشان الشربة. عشان هتجين له نص سوى الحمام. وعندي ملح وفلفل اصمر. وعندي معلقتين سامنة. مش كبار قوي. لان انا عام لكم بايتين ونص بس رز عشان ما تبقاش مليانة ادام. هنفتح الحمام من الضهر. عشان هتجيله تشويحة كده في الطاصة. هيتفتح كويس كده. وبالسكينة كده او بالمقص اللي معيك هنفتح من عند الظهور كده العظمة بتاعة السدر. نتك عليها شوية كده بالمقصة هتتفتح. شايفين? هتفتحت خالص كده. عشان يتشوح كويس. انا محضرة بقى الطاصة احط فيها معلقة سامنة. آآ غير السامنة اللي انا المعلقتين اللي انا حطاهم بتعرز. استنى لما تسخن كويس. وبعدين انا ازلها. على ضهرها الاول كده. احطهم جنب بعض كده. واستنى لما تاخد آآ اللون كده حلو. اللي هغطيها ولا هوطي عليها على النار عالية كده. علشان تتشوح كويس وتديني لون حلو. ورشة ملح بقى وفلفل اصمر. من اللي انا حطاهم. لان انا حطا معلقة كبيرة ملح. بقى هاخد نصها في التشويح ونصها في الرز. لان برضو كمية الرز مش كبيرة فمش عايزها بقى ملح قوي. شايفين بقى اللون جميل ازاي? ده اللون اللي انا عايزها كده. هقلب بالروحة الباقي. وهسيبهم بقى على الضهر التاني. برضو ياخد اللون كده. والدم اللي فيه ده يروح. هسيبها برضو على نار عالية مش هغطي ولا حاجة. وهديها مرشة ملح وفلفل تاني. كده تمام. هديها بقى مية مغلية. وهحط البوكي جورني بتاعي اللي هو الطماطم والجزر والبصل والتوم والحبهان والمستكة. هيدوني طعم حلوة جدا. للحمام وللشربة. في المحرارة دي بقى حاغطي عليها. عشان تاخد نص السيوة كده. هسيبها تلت ساعة كده على النور. وغطي عليها. هحضر بقى الرز بتاعي لانا لقعي. عش بيه ربع ساعة نص ساعة كده حسب ما تحضري حكتك. هحط الرز في البرام. وهحط عليه السمنة. وبقية الملح والفلفل. هدعك بقى السمنة والملح والفلفل كده مع الرز. عشان الرز هي كده تتشرب من السمنة. وهياخد بقى الحاجة من على النار. هرصها بقى كده. انا مش بحب الرز يغطي قوي الحمام. فانا بحب اسيب حتة فيه باينة كده. اللي حبي بيحط الحمام الاول وفقيه الرز ما فيش مشكلة. هرصه كده داير ميدور. هوا شايفين الرصة. هي طبعا لما بتحطي اللبن والشربة. آآ وبيغلي بيطلع فوق وبيضعف حجمه. وكله بيستاوى مع بعضه. هشايفين الشربة بقى شكلها حلو وطعمها طحفة. فانا هاخد منها نص كباية كده. كبايتين ونص رز دول. بياخدوا ثلاث كبايات ونص ونص لبن. بس انا هحطوا نص شربة والثلاث كبايات البقين هحطهم اللبن. انا غالية. وسبته بس يستهدى شوية بسط. وطبعا الاحسن اللبن يكون آآ بلدي. انا مجربتوش بصراحة بالالبان التانية. بس هو الطريقة دي احسن حاجة بيه. احنا بنعمل اكلة فلاحة جميلة. فلازم يكون لبن بلدي. الثلاث كبايات بالاشطة بتاعتهم. هزبط بقى وحطه في الفرن. شايفين بقى المنظر والجمال بقى. الطعم والريحة منتهى الجميل. وجربوا بقى بقى الفهانة وشفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك ولايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.